فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ألاحظ على بعض من يتبع المذهب الحنفي عدم الجلوس بين السجدتين وعدم الإطمئنان وكذلك عدم الاعتدال بعد الركوع بل السجود مباشرة سؤاله هل يلزمني أن أبين لهم ذلك أم أنه لا يعد ركنا في مذهبهم لا متأخرين ومتعصبين منهم وإلا قدماءهم فهم يتقنون الصلاة قدماءهم يتقنون الصلاة محمهم الله ويهتمون بها لكن المتأخرون منهم والمتعصبون هم الذين أحدثوا هذه الأشياء نعم نعم كل الحنفية كذا نعم